شكرا لك أمان إذن مشاهدين فينا الخبر بقية سنستطر أكثر عن مدى صحة حديث ترامب مع قياده في طريق القانوني له عن العفو الرئاسي عن فلن ومنفط عدالة منقوصة أو تكاد تكون كذلك عدالة لم يشأ الرئيس الأمريكي لها أن تسير وفق مسارها السليم فقد كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن أن أحد محامي رئيس دونالد ترامب طرح فكرة إصدار عفو رئاسي عن اثنين من مستشاريه السابقين هما مايكل فلين وبول مانافورت في الوقت الذي يجمع فيه المحاقق الخاص روبرت مولر أدلة ضدهما ضمن التحقيق بشأن مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 وحتى رغم نفي البيت الأبيض هذه التسريبات فإنها تضع إدارة ترامب في حرج كبير فلماذا يسعى الرئيس الأمريكي في الخفاء إلى هدم تحقيق يؤيده في العلن وهل يحق له أصلا إصدار عفو رئاسي في قضية من هذا النوع أم أن هذا يعني تدخلا من قبله لعرقلة مجرى العدالة محام ترامب عرض العفو الرئاسي عن مستشاري الرئيس السابقين فلين ومانافورت تنقل نيويورك تايمز عن ثلاثة أشخاص على الطلاع بالأمر محام ترامب جون داود عرض العفو على محامي المستشارين تحسبا لما يمكن أن يقوله مستشار الأمن القومي مايكل فلين ورئيس حملة ترامب السابق بول مانافورت للمحاقق الخاص روبرت مولر قبل التوصل إلى اتفاق معه بشأن التعاون في التحقيقات التحقيقات التي يقوم بها المدعي الخاص مولر مع مانافورت ومستشار الأمن السابق مايكل فلين تدور التكهنات حولها بين طرفين قيد مؤيدين ترامب يرون أنه لا يوجد قيمة لما سوف يقدمونه وأن ما يقوم به روبرت مولر هو مجرد حالة ويتش هونتنج استياد للسحرات ومعارضين ترامب يرون أن لدى مانافورت وفلين ما يقدموه بما يسمح بعزل الرئيس ترامب وإداناته في محاكمة برلمانية داود كان محامي ترامب فيما يتعلق بتحقيقات روسيا قبل استقالته الأسبوع الماضي لما تصفه الصحافة الأمريكية بصعوبة التعامل مع الرئيس وعدم استماعه لنصائح محاميه المحامي ينفي قيامه بهذا العرض والبيت الأبيض ينفي الحديث عن أي عفو داخل أسواره أحيلكم إلى تصريح تيكوب بخصوص التقرير الذي يقول فيه إنه سئل عن العفو من قبل الصحافة فقط وأنا أجبت على الدوام إنه لم يكن هناك أي نقاش أو أخذ بعين الاعتبار لأي عفو في البيت الأبيض يوقي هذا الضوء على تحقيقات روسيا كان فلين أقر بالكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي أما منفويت فتم توشيه تهم عدة له من ضمنها جرائم مالية ليبقى مصير هذه التحقيقات الآن رحن تطورات يقول البعض إنها قد ترقى إلى عرقلة للتحقيقات ليست المرة الأولى التي تكشف فيها نيويورك تايمز تفاصيل لها علاقة بتحقيقات روسيا هي من وسائل الإعلام التي يصفها ترامب بالمزيفة ويشن البيت الأبيض حربا على التسريبات التي تصل إلى وسائل الإعلام منها نيويورك تايمز ريماض حمدية الفيزيون العربي نيويورك إذن ينضم إلينا في هذا النقاش من واشنطن عبر خدمة سكايب دانييل سيرور أستاذ في كلية دراسات الدولية في جامعة جون هوبكنز وأيضا من واشنطن جو ماكرون الباحث في المركز العربي في واشنطن أبدأ معك سيد سيرور يعني بداية هل تعتقد أن هناك أي علاقة لاستقالة جون دود من منصبه قبل أسبوع بما كشفته صحيفة نيويورك تايمز وتبعته أيضا تقارير واشنطن بوست وتقارير من السي أن أن من المرجح أنه ثمت علاقة ما محامي ترامب عندما استقال قيل إنه كان قلقا حول أمكانية شهادة ترامب والمحامي المستقيل لم يكن يعتقد أن تلك فكرة جيدة أما الحديث عن عفو رئاسي فيمكن أيضا أن يكون سببا إضافيا من أسباب الاستقالة كان سيد دود نفى أن يكون هذا الموضوع تمت مناقشته وحتى أيضا كان هناك قبل أشفر تغريدة لترامب يقال بأنه هو من أملاها أو أشار بها على الرئيس الأمريكي تتعلق بفكرة تقديم عفو رئاسي لفلين وهو قال بأن هذا ليس بالضرورة يكون فعلا مرتبطا بدفعه لعفو رئاسي أو أن هذا تم مناقشته أو حتى أنه جريمة يبدو لي أنه كان هناك تفكير في منح عفو رئاسي مايكل فلين لم يكن لديه ثقة بأنه سيحصل على هذا العفو إذا ما اعترف بذنبه في بعض الجرائم مانفورد من ناحية أخرى لم يعترف بأي جرم ولكن بدأ وكأنه يترجى أو يرجو الرئيس في العلن ولذا أعتقد أن منح العفو لمانفورد ما يزال احتمال قائم سيد معكرون كل الكلام هذا عن مسألة العفو بحسب نيويورك تايمز استندت إلى مصادر مطلعة كان هناك نفي من كل الأطراف لكن كان المحامي دود ربما له بعض التعليقات منها ما أشرنا إليه فيما يتعلق بالتغريدات السابقة التي حتى من عائلة فلين كانت تتحدث عن فكرة مطالبة الرئيس بإصدار عفو ما عن فلين وكان هناك الكلام الذي بالإشارة إلى هذه التغريدة فقط لتوضيح أنه كانت تتعلق أكثر بما يتعلق بأنه كان يعلم ترامب بأن فلين كاذبة بشكل ما على نائب الرئيس وعلى الـ FBI وبالتالي أن هذا لا يعني أن الرئيس كان يعلم كل هذه المحاولات للدفع بأنه تمت مناقشة العفو الرئاسي يبدو أنها أيضا تظهر أنه فعلا هناك نية لدى الرئيس لعرقلة مجرى التحقيق بشكل ما فيما يتعلق بفلين ومانافورد يعني نعم بطبيعة الحال هناك يعني معركة بين فريق المحاققين وبين الإدارة يعني لمحاولة إقناع مانافورد أو فلين بعدم التعاون فبالتالي إذا كان هناك دليل أن هذه المحاولة أي لعرض هذه الفكرة مقابل لعدم التعاون ربما مع التحقيق هناك هناك عقلة مباشرة للتحقيق لكن حتى الآن نحن بعيدين عن هذا الأمر يعني فلين قادر ترامب أن يعطيه إلى حد ما عفو لأن جريماته فدرالية ومحدودة لكنه يتعاون الآن مع فريق مولا لا نعرف ماذا يقول أو إلى ماذا يتعاون أما مانافورد قضياته معقدة أكثر يعني هناك جرائم فدرالية يمكن للرئيس إذا أراد أن يعفو عنه لكن هناك جرائم متعلقة بملايات ليس بجرائم فدرالية متعلقة بنيويورك بموضوع المال هذه لن يتم إزالتها وهناك ضغط كبير من فريق مولر على مانافورد من كل النواحي حتى ما قبل انضمامه إلى حملة ترامب لمحاولة تضغط عليه أو إقناعه فبالتالي المعركة مفتوحة لكن إذا كان هناك في وقت لاحق بعد انتهاء التحقيق دليل واضح على مانافورد ولم يكن هناك تورط الرئيس للرئيس مباشر يمكنه إصدار العفو سيكون مشكلة سياسية له على الصعيد كيفية تصويقه لكن له الحق لكن إذا ثبت تورط الرئيس بشكل مباشر أو غير مباشر هناك سيكون مشكلة دستورية في هذا الموضوع طيب سيد سيرور الكلام أنه ربما كما ذكر سيد ماكرون يحق لرئيس الأمريكي في قضايا مختلفة وكونه المشرف على الجهاز التنفيذي أن يبدي رأيه في قضايا معينة وأن يواجه بطريقة معينة وأن يصدر عفوا رئاسيا إذا ما شاء لكن في هذه القضية تحديدا هناك من يقول بأنه تم التلويح بالعفو الرئاسي كي يتم منع فلين ومنفط من الإدلاء أو من التعاون مع المحقق مولر بما يعني يؤثر على ترامب وهنا الموضوع رشوة والموضوع أكثر من ذلك وبالتالي ألا يكون هذا يعني يورط أكثر الرئيس الأمريكي مما لا شك فيها أن هذا إذا ثبت فأنه سيدور بالرئيس ترامب نحن نتحدث عن رشوة وإعاقة عمل العدالة وهذه جريمة كبيرة ولكن سيكون من الصعب إثبات ذلك إثبات وجود نية لإعاقة سير التحقيق الفيدرالي علينا تفكير في الأفكار خلف هذه التصرفات ليس هناك شك أن الرئيس حاول إعاقة التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية تحقيق روبرت مولر بداية بطرد جيمس كومي هذا واضح جدا سواء إذا ما تم إدانة ترامب في المحكمة هذا أمر متروك للقضاء لكن مما لا شك فيه أن ترامب قام وحاول كل ما في إمكانه لإعاقة تحقيق روبرت مولر والشعب الأمريكي ليس عليه أن يكون سعيدا بذلك سيد معكرون السؤال هو الآن فعلا هل حاول أو لا يزال يحاول الرئيس الأمريكي أن يعرق المجرى العدالة التي يحاول أن يصل إليها المحقق مولر إذا ما استعدنا قضية فلين ومانفرد بشكل مركز برأيك ما هي النقاط التي يمكن الإشارة إليها والتي تظهر أن الرئيس الأمريكي حاول فعلا أن يعرق ذلك يعني إن كان من الصعب التشكيك في نواياه ربما من خلال قراءة تغريدة من هنا أو هناك لكن بالفعل ماذا يمكن أن نقرأ يعني لا يوجد دليل حسي يعني هو دائما يعرف كيف يفصل بين عمل محاميه وبين عمله يعطي إيحاءات ينفيها في الإعلام فبالتالي لا يوجد دليل حسي أولا ليس هناك قرار ظني ظهر بشكل واضح تجد كل من فلين ومانفرد صدر القرار لكن ليس بحق فلين فبالتالي من الصعب إيجاد دليل مشكلة ترامب الأكبر هي موضوع فصله لكومي محاولة إقراء وزارة العدل بهذا الأمر بطريقة مغيرة يمكن أن يقوله في الإعلام هنا مشكلة أكبر لكن من الصعب إيجاد دليل واضح أن الرئيس متورد بشكل مباشر في هذه النقطة لكن نعم في الوقت نفسه يريد أن ترحف يريد أن تلويح بها في الإعلام بشكل غير مباشر لإيصار رسائل إلى المحامين وإلى المعنيين المشكلة أن فريقه لا يعرف ماذا يفعل فلين فلين مختفئ عن الأضواء يكون أمور معين للتحقيق لا أحد يعرف ما هي ومانفورد لا يزال صامت إلى حد ما رفض التعاون ويتعرض لضغوط يومية ويأمل في النهاية أن ينقذه ترامب في مرحلة ما فبالتالي أعتقد أن القضية ستكون بنفس الحساسية لموضوع فصل كومي وكل الإجراءات التي تلتها والتي أتت قبلها من التحليلات أيضا سيد سيرور التي أشارت إلى تصليط الضوء مجددا على موضوع فلين ومانفورد هو أن التهم المواجهة إليهما الآن لا تصل بعد إلى يعني هي أتهم لجرائم منفردة في قضايا متصلة بتحقيق مولر إنما لا تثبت بالضرورة أن فيما يحقق فيه مولر هناك تواطئ فيما يتعلق بالتدخل الروسي في الانتخابات عام 2016 لكن برأيك هل السؤال يجب أن يسأل هو إلى أي حد لو لا وجود فلين أو مانفورد يمكن أن يكون هناك تواطئا في هذه القضية أم لا لا أعتقد أن ذلك دقيق هؤلاء كلهم تعرضوا للتحقيق مايكل فلين وآخرين وكان هناك الكثير من العلاقات والصلاة بين روسيا وحملة ترمب الانتخابية أما السؤال الأهم فهو إذا ما كان هناك فعلا مؤامرة حقيقية بين هؤلاء الأشخاص وأيضا الحد الذي ذهبت إليه موسكو نحن شهدنا مستندات نشرها المحقق مولر بأن على الأقل أحد الأشخاص المقربين من ترمب كان على علاقة بضابط استخبارات روسي أعتقد أنه من الواضح أن هناك محور من العلاقات بين أشخاص في حملة ترمب وبين الروس السؤال هو ما هي الجرائم التي تم ارتكابها وهل قبلت حملة ترمب أي مساعدة من أي نوع من الروس لأن قبول أي مساعدة مثل ما شاهدنا في شركة كامبرجاناليتيكا هو خرق للقانون الأمريكي طيب سيد ماكرون كلما ظهرت معلومات معينة بما يتعلق بهذا التحقيق تقوم إدارة ترمب أو الفريق الإعلامي والقانوني له بالدفع بموجة معينة دفاعية الآن الموجة الدفاعية هو أنه فيما يتعلق بمسألة المعلومات عن مناقشة العفو الرئاسي عن فلينو ومنافورت تتعلق بأنه هل يحق للرئيس أن يقوم بما يشاء يعني هل لديه كارت بلانش لينفذ ما يريد فيما يتعلق بالعفو الرئاسي بالجهاز التنفيذي ويدفعون الآن بنغمة جديدة هو أنه أي رئيس لا يمكن أن يكون يعني معرقلا للعدالة بحسب موقعه بالدستور كمشرف على أن تطبق القوانين بأمانة برأيك هذا النقاش يعني إلى أي مدى يمكن أن ينجح به فريق ترامب يعني المعركة الإعلامية إن كان يعني أولا لابد من تصحيح شيء لزميلي الذي كشف عنه مولور مؤخرا كان يعني موظف أوكراني في مكتب كييف لمنافورت كان هناك معلومات أنه مرتبط بوشرة باستخبارات الروسية وطلب منه منافورت إجراء بعض الإجاز للروس لكن ليس هذا الشخص الأوكراني له أي علاقة مباشرة بطرامب أو بحملته كان عبر عمر مرحبا وشخصية روسية نفسها نفت أن تكون أعطت معلومات أو مواجهة عن هذا فقط للتأكيد أن الصورة ليست واضحة أما الموضوع السؤال نعم هناك معنى إعلامية كما ذكرت لكن المشكلة أن التحقيق ليس مكتمل قبل اكتمال التحقيق وفهم ما هي علاقة الرئيس بشكل مباشر أو ربما سهري أو أي شخص في إدارته مدى تورط ترامب في هذا التحقيق يحدد مدى قدرته على لعب دور العفو أو لا من المبكر إيجاد صورة واضحة الآن يستخدم هذه الورقة كلعبة للضغط في هذه اللعبة معركة الإعلامية والقضائية مع فريق مولر لا يريد أن يورط نفسه بمسألة العفو لكن يريد التلويح بها وهذا ما حصل في نيويورك تايمز وغيرها فبالتالي لا أعتقد أن مولر سيضيع وقته في هذه القصة وسيركز عينه على التحقيق على اكتمال صورة البازر الكامل لكل هذه الأمور لديه أولويات أهم من هذا الموضوع فبالتالي المشكلة أن فريق ترامب للمحامين الآن يتغير هناك محاولة لبناء سراتيجية جديدة هناك الكثير من المحامين يرفضون الخدمة في فريقه الآن هناك محاولة ربما لإقناع مولر بإجراء تحقيق أو ليس إقناع ترامب بإجراء جلسة مع مولر فبالتالي كل هذه الأمور الآن في ظل استراتيجية جديدة تأتي هذه القصة إلى حد ما ضمن اللعبة إلى حد ما لكن مجددا لا يمكن الحكم على قدرة ترامب على العفو قبل اكتمال التحقيق سيد سيروري أيضا في إطار قراءة موقع ترامب فيما يتعلق بالتحقيق وأيضا كيف يتعامل معه وكان هناك مقارنة مع كلينتون ومع نيكسن كيف تعاملوا مع القضايا التي واجهوها مع اختلاف طبيعتها لكن أدت في النهاية إلى نفس النتيجة هل ترامب يعني ممكن أن يصل إلى هذه النقطة الرئيس نيكسن استقال كما تعرفون لأنه كان على وشك أن يعزل هل ستصل الأمور إلى ذلك المستوى هذا يعتمد على اللعبة السياسية في الولايات المتحدة الجمهوريون يسيطرون على غرفتي الكونغرس عزل الرئيس في حالة رئيس سابق بالكلينتون تم عزله بمعنى ما لكنه لم يكن مذنبا نحن ننتظر الانتخابات في يناير المقبل لكن الكونغرس بشكله الحالي لن يعمل ضد ترامب لن يقدر على عزله لأن للجمهوريين أغلبية في مجلس الشيوخ والنواب الحصيلة السياسية لسلسلة الفضائح التي نشهدها تعتمد على قدرة الديمقراطيين على الحصول على أغلبية في مجلس النواب والشيوخ وهذا مستبعد لن نرى إدانة أو عزلا لا أعتقد أن ترامب سيستقيل الرجل لديه الكثير ليخسره في حالة الاستقالة ومواجهة تهم في محاكم فيدرالية هو الآن في المكتب البيضوي طبعا وأتوقع أنه سيقمل ولايته بشكل تام أعود معك سيد سيرور إلى نقطة وهي تتعلق بكون ترامب على وفق الدستور وعلى رئاسة الجهاز التنفيذي وغيره كان هناك الكثير من الأراء فيها الكثير من التمايزات من وجهة نظرك هل ترامب يستفيد بشكل مطلق صحيح أم غير صحيح من هذا الدور ليقوم بما هو معتاد عليه كرئيس شركة يغير ويصرف ويفعل ما يشاء من دون أي ضابط أو رادع عندما كان ترامب رئيسا لشركة كان بإمكانه إصدار قرارات كيفما شاء ووقتما شاء ولكن كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية الرئيس يخضع للمحاسبة من الرأي العام ومن المحاكم ومن الكونغرس أيضا هناك سبل شدة تفيد بأن منصب رئاسة الولايات المتحدة منصب مقيد بالعديد من الاعتبارات ويبدو أن رئيس ترامب لا يفهم هذه المسألة هذه المحددات لسلطته التنفيذية أنا أفترض أنه قرأ الدستور الأمريكي وإذا قرأه فعلا فإن الدستور يؤكد بشكل كبير على المحددات والضوابط بين الرئاسة والمحكمة العليا ولا أعتقد أن رئيس ترامب يفهم ذلك الرئيس تصرف بطرق عادت عليه بالخطر وعلى إدارته أيضا سيد جو مع كنون ذكرت بأنه الفريق القانوني الآن لترامب الذي يتغير كما أشرت يشير عليه بأنه ربما من الضروري الجلوس مع المحقق مولر هل برأيك هذا الانتجاه ممكن هذا اللقاء ممكن أن يحدث وما الأجواء تشير إلى ماذا ماذا سيكون في حوال اللقاء هل هو تسوية ربما لا أعتقد هناك تسوية لأنه ليس هناك قضية مباشرة متعلقة بالرئيس حتى الآن فبالتالي الفريق ترامب يحاول فهم من مولر ماذا يريد من الرئيس ربما محاولة وضع أسئلة محددة مولر حتى الآن لا يكشف أوراقه فبالتالي هناك قلق من المحامين ولهذا استقال بعضهم إلى ماذا سيكون ترامب هل سيقع في خطأ في خطأ ما يقول أمو لا يجب قولها فبالتالي لابد من جلوس في فريق المحامين للطرفين لمحاولة وضع ضواب هل سيكون استجواب غير رسمي بشكل ما أو جلسة استماع ومساءلة غير رسمية يعني الفريق يريد ضمانات أنا ليس هناك شيء متعلق بالرئيس بشكل مباشر يعني ليس هناك اتهام يريد فهم ما هي أوراقه مسبقا لا يريدون الدخول في اجتماع بدون فهم فعلا ماذا يجري وهنا يعني التحدي الرئيسي الخوف أن ترامب يسترسل في الأجوبة يقول أمور قد يقعه فيها في وقت سابق يعني علينا زكى النفلين وقع في فخ الـ FBI حين سألوه سؤال وكانوا يعرفون الجواب فنفى حين نفى تم اتهامه بالكسب على الـ FBI فبالتالي يعني هناك موضوع حساس إذا كان التحقيق رسمي يعني كل كلمة يقولها الرئيس لها 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 وزن ولها تدعيات فبالتالي لابد من انتفاق على كل هذه الأمور يعني قبل قبل لكن الرئيس يعني ترامب أوضح مرتين أو أكثر حتى الآن انه يريد الاجتماع لكن لم يبدأ فعلا التشاور الرسمي بين الطرفين بشكل جدي يعني نعم فربما مولر ينتظر اللحظة المناسبة شكرا جزيلا لك جو معك رومين واشنطن الباحث في المركز العربي في واشنطن وأيضا أشكر عبر خدمة سكايب دانيل سيرور أستاذ في كلية الدراسات الدولية في جامعة جون هوبكنز مشاهدين وصلنا إلى ختام للخبر البقية أشكر متابعتكم وإلى اللقاء في حلقة جديدة